في زقاق ضيق بمدينة نيويورك بين أضواء نيون وأصوات السيارات المزعجة كانت عصابة اليد السوداء تسيطر على المنطقة تأسست العصابة في أوائل القرن العشرين على يد المهاجر الإيطالي في تومانشيني الذي هرب من الفقر والاضطهاد في بلده الأم ليبدأ حياة جديدة في أمريكا لكن طموحاته لم تتوقف عند حياة بسيطة بل سعى للسيطرة والسلطة بأي ثمن عندما وصل في تو إلى نيويورك لم يكن لديه سوى القليل من المال والكثير من الطموحات بدأ العمل في ميناء المدينة كعامل لكنه سرعان ما اكتشف أن الطريق للثراء والسلطة يمر عبر الجريمة المنظمة بدأ بتكوين صداقات مع بعض الشخصيات المؤثرة في عالم الجريمة وبدأ في تنظيم عمليات تهريب الكحول خلال فترة الحضر في العشرينيات لم يمض وقت طويل حتى أصبح في تو معروفا بين المجرمين كزعيم لا يرحم بدأ في تشكيل اليد السوداء وهي عصابة تهدف للسيطرة على التجارة غير القانونية في المنطقة بما في ذلك تهريب الكحول والمخدرات والبغاء مع مرور السنوات توسعت عصابة اليد السوداء لتشمل مئات الأعضاء والمساعدين بفضل براعة فيتو في التخطيط وذكائه في تجنب السلطات تمكنت العصابة من بناء إمبراطورية إجرامية واسعة بدأ فيتو بتوظيف أفراد موثوقين مثل لوكا مساعده الأيمن الذي كان يعتبر ذراعه الأيمن في العمليات الخطرة أصبحت العصابة تسيطر على العديد من الأعمال التجارية في المدينة وكانت تفرض إتاوات على أصحاب المحلات مقابل الحماية كانت الكازنوهات غير القانونية ومنازل القمار مصدرا رئيسيا للدخل بينما كانت الرشاوة والفساد تسمح لهم بتجنب التدخلات القانونية مع توسع العصابة بدأت تظهر الصراعات الداخلية كان هناك تنافس شديد بين الأعضاء على النفوذ والمال مما أدى إلى سلسلة من الاغتيالات والصدامات الدموية في الوقت نفسه بدأت السلطات المحلية والفيدرالية بتكثيف جهودها للقضاء على العصابة بدأ المدعي العام الفيدرالي جون أندرسون حملة قوية ضد الجريمة المنظمة مستهدفا فيتو وعصابته في أحد الليالي الباردة تمكنت الشرطة من القبض على أحد الأعضاء الرئيسيين في العصابة الذي قرر التعاون مع السلطات مقابل الحماية قدم هذا الشخص أدلة قوية ضد فيتو ورفاقه مما أدى إلى سلسلة من المداهمات والاعتقالات بعد عدة محاكمات مرهقة تم الحكم على فيتو بالسجن مدى الحياة بينما كان فيتو يقبع خلف القطبان بدأت العصابة تفقد قوتها ونفوذها بدأت العصابات المنافسة بالاستيلاء على مناطق سيطرتهم واندلعت حروب دامية للسيطرة على الأعمال غير القانونية انتهى الأمر بأن تم تصفية العصابة بالكامل وعاد الشارع تحت سيطرة القانون أصبح فيتو رمزا لانتهاء عصر الجريمة المنظمة في نيويورك لكنه ظل دائما في ذاكرة الناس كأحد أخطر زعماء العصابات في تاريخ المدينة تروي قصة فيتو مانشيني وعصابة اليد السوداء حكاية الطموح والجشع والعواقب الوخيمة للجريمة رغم النجاح الكبير الذي حققوه في البداية إلا أن النهاية كانت حتمية سقوط مدوي وعواقب وخيمة لكل من تورط في هذا العالم المظلم